يعني ايه اوديو انترفيس? انت هزفت يا بتاع البيانون وجعت دماغنا اهلا بكم حلقة جديدة من حلقات هندست الصوت اه النهاردة هنتكلم عن عنصر مهم جدا من عناصر الاستوديوهات الحديثة حاجة اسمها الاوديو انترفيس او مدخل الاوديو او مدخل الصوت يعني ايه الانترفيس ده او الوسيط او المدخل بتاع الصوت بتاعي للعالم دوت في حلقة الانالوج والديجيتال عرفنا من الصوت نوعين صوت انالوج طبيعي مش رقمي يعني الصوت اللي موجود في الهوى دوت بيتسجل على اشارات كهربائية بتوصل للسماعة ناحية تانية وتتنقل من السماعة على طول تسمعها فما فيش اي وسيط في الوسط بيعدل لك اي حاجة او بيخزن المعلومة او اي حاجة الا الوسيط اللي بتسجل نفس الاشارات الكهربائية المغناطسية ديت وترجعها لك تاني ناحية تانية عن السماعة فدوت دوت بالزبط الانالوج الديجيتال ان انا باخد الاشارات ديت كل موجة من الموجات الصوتية ليها تحليل ان انا بقدر اعمل مستطلات صغيرة جوة الموجة ديت فاقدر اطلعها ارقام كل موجة من الموجات ديت لو تخيلت ان انا بحط مستطيلات جوة صغيرة كمس للكيرف دوت بمجرد ما انا كل مستطيل ده ليه ابعاد ليه رقم في الاخر فانا ممكن ابعت رسالة رقمية عبارة عن ارقام لمكان تاني ده اللي بيسموه بوصل رسالة عبارة عن ارقام لاي حتة تانية والارقام دي الجهاز اللي ناحية التانية ده بيترجم الارقام يطلع للموجة الصوتية فده الصوت اللي انا بسجله من المايكروفون دوت ده صوت يعني مغناطيس قدامي بيتحرك على الصوت بتاعه بيتهز ويطلع اشارة كهربائية هيه كهرباء في الاخر وخلاص ما ملاشي علاقة بالارقام انا محتاج جهاز في الوسط ما بين المايكروفون دوت او الالة او اي حاجة ومحتاج الكمبيوتر يفهم الرسالة في الاخر ارقام هو دوت وظيفة الاوديو انترفيس بياخد الصوت الانالوج الطبيعي العادي اللي هو شاركة هربائية معادية قوية ضعيفة بتاعه اللي هي متسجلة من المغناطيس اللي قدام المايكروفون او المغناطيس اللي مايكروفون الالة بيوصلها يحولها لارقام رسالة رقمية بواسطة يعني بروسيسور جوه صغير كده والرسالة دي بتوصل للكمبيوتر ارقام فالكمبيوتر زي ما احنا اتفقنا ما بيفهمش هو بيفهم رقم واحد صفر اسمح بالكهرباء او ما تسمحش بالكهرباء فالرسالة الكهربائية ديت اللي وصلت له ارقام دلوقتي للكمبيوتر اقدر اعمل بيها اللي انا عاوزه عشان كده اما ناس بتقول لي اوصل الجيتار بالكمبيوتر على طول الكمبيوتر نفسه مش متصمم على ان البروسيسور بتاعه يبقى البروسيسور اللي الصوت الانا اللي يدخله ديش فهتلاقي الصوت دايما داخل عن طريق بتاع التليفون دوت او السماعة اللي داخل جوه الكمبيوتر مش مصمم على انه يعمل بتاع الصوت المناسب دوت فهتلاقي الصوت طالع في الكمبيوتر ضعيف ما فهوش كمان يعني بيكبر الصوت الرسالة الكهربائية اللي جاية دي يكبرها كمان ويخليها اوضح مفيش الكمبيوتر ما فهوش الجزء ده لشان احنا كده دايما عايش سجل صوت احترافي او صوت ممتاز محتاج انك انت تجيب جهاز اوديو انترفيس الجهاز الاوديو انترفيس دوت في انواع كتيرة واشكال كتيرة فيه غالي جدا وفيه خيص جدا فيه الجهاز الزغير خالص اللي انت بتحطه في الجيتار بتاعك عشان تركب هيت فون عليه يعني بتسمع من من الهيت فون او توصل جهاز الكمبيوتر بيه بانك انت تسمع الجيتار بتاعك على الكمبيوتر آآ آآ ده بيبقى يعني بيسموه الجيتار انترفيس يعني جيتار انترفيس صغير الناس اللي مش عاوزة تخش في موضوع الستوديوهات والتسجيل الصوتي وكده ما بيشتري الجهاز دوت بيوصلوا بالجيتار بتاعه بيوصل الجيتار الجهاز دوت بالكمبيوتر بيبقى عندك القابلية انك تنقل صوت الجيتار بتاعك اللي هو العادي جدا تيوصل للكمبيوتر ولما بيوصل للكمبيوتر بقى بتحط عليه تأسيرات تسجله في التركات تعمل اللي انت عاوزوا به هتبقى آآ فرصة تعمل به الكلام ده. آآ اللي عاوز بقى يسجل صوت ميكروفون محتاج ان الانترفيس نفسه يبقى فيه مدخل للميكروفون. واحنا اتفقنا ان لو انت عايز ميكروفون احترافي بيبقى الجاكت السلاسي اللي هو بيسموه اللي هو مهما تطول السلك مش حيلقط من الهوى اي موجات كهرومغناطسية يشوش الرسالة نفسها فبتنتقل نقية. فدايما تلاقي المايكات اللي في الحفلات الصوتية اللي محتاج فيها ناس محترفين بيعملوا الصوت. هتلاقي دايما الكابلات كلها سلاسية عشان تكنسل الرسالة تكنسل الضوضاء اللي بتطلع على السلك من الموجات الكهرومغناطسية اللي حواليه بحيس ان يطلع الرسالة نقية في الاخر يوصل بالزبط اللي عملوا المايكروفون من الانتزازات يوصلوا الناحية التانية للميكسر او للسماعات عشان يطلعوا دقيق الصوت. فاآآ الاوديو انترفيس كذلك. انا محتاج الاوديو انترفيس يكون فيه مدخل اكس ال ار. هتلاقي واضح جدا شكل المدخل بتاع الاكس ال ار زي ما انتم شايفين دلوقتي على الوجهة بتاعت هتلاقي كمان فيه في الوسط خرم بانك انت بتاع الجيتار ممكن تدخل الجاك الجيتار كمان ده بسموه فونو فونو بيدخل الجاك بتاع الجيتار ده وات ممكن تسجل من الجيتار على 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 الكمبيوتر مش هيقول لا للجاك العادي بتاع الجتار. اه جاك الجتار زي ما احنا اتفقنا يعني ما 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 شفتش انا جاك جتار اكسل ار اه ممكن يبقى فيه اه اه فونو اكسل ار بس مش هتلاقي جتار ابدا داخل فيه الا او انا ما شفتش بصراحة يعني. فالجهاز اللي هو ده الوسيط ما بين جتارك او ما بين صوتك اللي جاي من المايكروفون والكمبيوتر. طب هو انا انا ايه ايه ده ده الاسعار عندي بتختلف من من اه خمسين دولار وستين دولار يوصلي الالاف الدولارات. طب انا اعمل ليه? مين فيهم الاشتريه? اه العامل في جودة نفسه اه اولا بتاع الصوت اللي بيطلع منه. بتاع الصوت اللي بيطلع منه. يعني كلنا خدنا صور بكاميرات فوتوغرافية او بالموبايلات وبتاع كلام ده كله. كل ما كان اعلى بتاع الكاميرا اللي انت زبطة بتاعتك اللي انت زبطة على الاعلى. التفاصيل بتاعت الصورة بتبقى اوضح. والالوان بتبقى اوضح. صح كده? هو بالزبط في الصوت كده. كل ما كان بالكيلو هرتز. اللي هو عدد المستطيلات اللي جوه الموجة ده كل ما كتر. كل ما طلع لك الكيرف بتاع الموجة انعم واجمل. فالتفاصيل بتبقى دقيقة وواضحة. ادي اول عامل. فالريزوليوشن بتاعه كل ما يعلى. يقول لك كل دوت بيسجل آآ تمانية واربعين كيلو هرتز آآ في الثانية. ده بيسجل آآ تمانية وتسعين كيلو هرتز الثانية. ده بيسجل مية وتسعين كيلو هرتز في الثانية. كل ما يعلى كل مكان آآ الريزوليوشن آآ كل مكان التفاصيل بتاعت الصوت اضاق واجمل. آآ كمان حاجة تانية في ناس كانت بتسجل زبان بستاشر ده ورقتي كل كل بيسجل اربعة واشرين بيت. اربعة واشرين بيت ده بيعالج كمان آآ آآ اسرع من ستتاشر بيت. فكل ما تلاقي المعالجة بتاعته بال بالاربعة واشرين بيتمس ستتاشر بيت. دوت آآ هيبقى آآ افضل في انك انت تستعمله كم آآ اوديو انترفيز. ده اول حاجة. تاني حاجة عدد المداخل والمخارج بتاعته. في اوديو انترفيز هتلاقي ليه مدخل واحد. آآ لا بالصوت ومدخل واحد للجتار. فده مناسب جدا للناس اللي عندها في البيت انك بتسجل صوت واحد بالمايكروفون وقت ما انت بتسجله ممكن تعزف معابل الجتار. ماكسمم الالة وصوت. في اوديو انترفيز تاني بيسمح بمايكين. فانت ممكن تحط مايكروفون ومايكروفون انك انت تدخلهم هما الاتنين على في ناس بتسمح باربعة اربع مداخل اه اتنين اتنين مثلا مايكروفون اكسل ار واتنين اتنين اتن. آآ في ناس بتسمح بتمانية. تمانية دي الناس اللي اللي بتشتري ده خاصة بالاستوديوهات. عندك تمن مداخل بيخشوا في نفس الوقت. بيخشوا على تمن تراكات عندك على الكمبيوتر ولو ان لحد وقته قريب الكمبيوتر كان بيها بيسجل اتنين بس في وقت واحد بيسمح لك بدخول الاتنين بس بيدخل التمانية دول يوزعهم بحيث المدخلين هم دس اللي بيبقوا في الكمبيوتر فعدد المداخل بتاعة الكمبيوتر هي اللي بتحكمك ان انا اقدر اخرج من الاوديو انترفيس دوت تالت حاجة في السعر بتاع الاوديو انترفيس بيبقى بتاع البري امب يعني ايه بري امب بري امب يعني امبليفاير قبل قبل امبليفاير قبل في بوست وفي بري يعني قبل البري امب هو برعا ايه ان انا بدخل صوت الميكروفون افتزازات المغناطيس دوت وارا الميكروفون بيطلع اشارة كهربائية على السلك نفسه السلك دوت بيوصل فيه الاشارة الكهربائية وبيدخل على الاوديو انترفيس لو البري امب بتاع الاوديو انترفيس اللي هو الامبليفاير بيكبر الرسالة ديت عشان توصل واضحة للكمبيوتر بعد ما ديتعالج كديجيتال اه لو كان البري امب ده كويس حلو جدا ما بتحتاجش انك انت تعلي المفتاح بتاع هناخده دلوقتي اما نيجي ندرس بالتفصيل ازاي نسجل صوت حاجة اسمها الجين الجين ايه الحنفية اللي بتدخل منها الصوت على الجيتار كل ما انت بتقلل فتح الحنفية دوت ما بتدخلش دوضاء معها بتدخل الصوت بس اللي هو واضح انما الدوضاء نفسها بتبقى تحت آآ الارضية بتاعته ما بيقدرش ينقلها فكل ما انت بتعلي الجين اكتر بياخد اصوات اكتر من الدوضاء ومن الحاجات اللي هو يزيل قليلا اتكبرها وكمان فكل ما تقلل الجين بتاعك كل ما انت قفلت الحنفية على الصوت بس اللي هو واضح البري امب الكويس ان بتوصل الرسالة واضحة وقوية بحيث انك انت ما بتحتاجش تعلي اللي هو الجين بتاعك دوت آآ ساعات بتوصل انك انت بتسجل اصوات او لو كان المايكروفون ضعيف او حاجة او كانت الالة ضعيف او كده تعلي الجين للاخر ولسه موصلتش انت لسيجنل او اشارة بالقوة انها تدخلها على الكمبيوتر تطلع حاجة كويس لسه موصلتش للليفل ده فيه ليفل معين بتوصل له ده الافضل ليفل انت بتسجل بتسجل عليه يعني موصلتلوش بسبب ان البري امب بتاعك ضعيف مش قادر يكبر الرسالة دي بحيث انها توصل للكمبيوتر او توصل للجهاز الزغير ده قوي يعني فبيتوقف قوة البري امب ونقاؤه على الجودة بتاعته بيأثر في سعر الاوديو انترفيس الاوديو انترفيس مسلا من خمس ست سنين من عشر سنين كانت غالية كانت غالية وما كانش فيها التكنولوجيا دي آآ العنصر الرابع كمان في الاوديو انترفيس حاجة بيسموها او التأخير يعني ايه او التأخير احنا اتفقنا ان في بروسيسنج بيحصل او معالجة للصوت بتحصل جوه الجهاز الزغير ده كل ما كان البروسيسور او الكمبيوتر الزغير اللي جوه الجهاز دوت اسرع والتكنولوجيا بتاعته احسن كل ما هيبقى اسرع في معالجة الاشارة الصوتية دي اللي هي الانالوجي اللي دخلاله ييبقى ديجيتال بسرعة بتخش على الكمبيوتر بعد كده كل ما انت اشتريت بتاعت الجهاز ده اقل كل ما هتبقى البروسيسور بتاعه متأخر شوية فبياخد مش مش هقول لك ثانية اجزاء من الثانية فتيجة انت تسجل صوتك وانت بتسمع في السماعة على ما بيدخل الكمبيوتر والكمبيوتر يعالجه ويرجع لك تاني الصوت بتاع الكمبيوتر بتسمع تأخير فالمطرب بيتلخبط مش بيبقى عارف الزمن اللي لازم يدخل فيه بالزبط على العد بتاعه او العازف مش هيعرف العد بتاعه بالزبط اللي بيدخل فيه لانه بيسمع الصوت مرتد له في اجزاء من الثانية نفسه هو الصوت متقلت بس رجع له اه في اجزاء من الثانية بيتلخبط منه كان زمان العازف او المطرب بيسجل ما بيسمعش نفسه غير يعني اللي حطين له مخصوص بري امب برا كده بيسمع منه نفسه عشان يمشي على التون يعني باخد بالك انما اللي بيسجل الراجل اللي بيسجل على دوت ده بيسجل حاجة تانية خلص غير اللي المطرب سمعها من اللي طلع له هو اه طبعا الكلام ده دلوقتي ما بقاش انك انت رفع تتكلف تاني ولا الحاجة انت هو الجهاز نفسه في زرار بتعملو بتسمع مباشرةHe اللي انت بتعمله في بيسمح المطربi يسمع من الجهاز قبل ما يخش على الكمبيوتر! يعني الكمبيوتر بيتأخر سنة في معالجة الصوت ده فانت بيسمح لك تسمع الجهاز على طول فكل ما كان بتاعك كويس وكل ما كان بروسسور سريع بتاعك من هنا انت بتسمع على طول الاشارة طلعالك على السماعة بتاعتك من غير ما تخش على الكمبيوتر فانت بتسمع فورا اللي انت سامعه اه اللي انت بتسجله. بيتخش بقى الاشارة على الكمبيوتر وبترجع تاني بقى بقى فيها جزء اللي هي تنسي. اه هتحس به لما بتيجي تعزف جتار وتعبوا حط عليه. وتيجي تسجل على الكمبيوتر وبقى طبعا انت محتاج تسمع الجتار بعد ايه? تلاقي الكمبيوتر بيرتد الصوت ليك بعد يعني جزء من الثانية. ده بكفاية ان هو يعطالك كعازف او يعطالك كمؤدي انك انت مش عايز دوت انت عاوز تسمع بالضبط الصباح بتاعك امتى? بيضغط الوتر تسمعه فورا. زي كأنك بتسمع على طبعا في الكمبيوتر كل ما كان الكمبيوتر اسرع واقوى كل ما دي بتقل. فبتحكم فيها الكمبيوتر وقوته البروسيسور وقوته والرامات بتاعتك. تاني حاجة القوة بتاعت الجهاز نفسه بالبروسيسور بتاعه بيعاجي الصوت بسرعة زي عشان يبعد الرسالة للكمبيوتر اسرع. ففي العاملين دول. فكل ما كان الجهاز بيقدم اقل كل ما كان الكمبيوتر هيبقى مرتاح اكتر في ان هو بالسرعات بتاعته تلاقي ان دي قلت لدرجة ان ودنك مش ملاحظها. ايا مش هتكتفي. هي هتقل لدرجة انك انت ودنك ما تقدرش تلاحظها. خلاص لو وصلنا للنقطة دي احنا نجحنا. آآ ف زي ما اتفقنا فيه الاربع نقط اللي فات الدول وانت بتشتري طب انا هعرف كل ده منين كل ده هتلاقيه مكتوب دايما في التفاصيل بتاعت اللي لو انت بتفهم شوية هتبقى عارف تقرأ اللي تنسي فين وتقرأ بتاعه فين وتعرف المداخل والمخارج فين في كل الحاجات دي هتقدر تعرفها لما تقرأ اللي بتحط مع البضاعة على الانترنت فتعرف بالزبط الجهاز دوت مواصفاته ايه. آآ من الخبرة الشخصية فيه جهاز ممتاز جدا. آآ اعتقد انه هو من افضل الاجهزة بسعر قليل جدا. اسمه من حاجة من شركة اسمها يعني اتنين اتنين اوت. انت لازم تتعلم تقرأ الارقام اللي بتبقى جنب الاجهزة كلها لان هي بليها علامة ليها دلالة في في الجهاز. فتو اي تو يعني اه مدخلين اين ومدخلين اوت. الجهاز ده مناسب جدا بحوالي ميت دولار تقريبا. مناسب جدا لستوديو البيت بتاعته قليلة بتاعه مية اتنين وتسعين كيلو هرتز. فوق قدرة دي الحاجات دي فوق قدرة على السمع يعني انت مش هتقدر تسمع اكتر من مثلا اللي انت اللي ياخد واحد تقريبا واحد وخمسين او تمانية وارمين مش فاكم. فمش هتقدر مش هتقدر تجيب اكتر من كده. ولكن الكمبيوتر محتاج كل ما كانت اعلى كل ما الكمبيوتر نفسه هيعالج معلومات اكتر فانت لما تيجي تضغطها بتطلع التفاصيل الحلوة يعني ما فيش اي مشاكل. فكل ما كان الكمبيوتر احسن في المعالجة واني طلع لك الاصوات نعمة بعد اضافة التأسيرات الصوتية والكلام ده كل. فالفوكس رايت آآ آآ ده آآ ده ممتاز جدا آآ فيه كمان آآ موديلات منه اربعة اين اتنين آآ فيه طبعا موديلات لشركات اغلب كتير اعتقد الكل مغيلي فيه بخمسمائة وستمائة دولار اعتقد ده مستوى عالي جدا آآ بالنسبة للناس اللي بتستعمل كمبيوترات ابل بيقدي آآ صوت فعلا نقي غدا وكويس جدا بتاعه اعلى والبروسيسور بتاعه آآ اقوى بكتير كان آآ الناس بتستعمل زمان آآ جهزة البروتولز البروتولز دي شركة من الشركات بتنتج جهاز كان بيقول لك ان الجهاز دوت انا مش هيخد المعلومات الانالوج واضغطها عشان نبعت الرسالة الرقمية تبقى سريعة للكمبيوتر لا ده انا هاخد المعلومات بالتفاصيل بتاعتها الانالوج ديت وحبعتها بنفس الحجم بتاعها دوت من غير ضغط للكمبيوتر فالجهاز نفسه البروسيسور بتاعه اقوى واعلى وبيوصل الرسالة للكمبيوتر فبيوصل الصوت آآ انقى وكده فالبروتولز كانت سيدة الاستوديوهات بتاعة الالات الموسيقية في المسلا عشر سنين فاتوا. دلوقتي الاجهزة دلوقتي حتى الزغيرة دلوقتي بسبب تطور العقل او البروسيسور بتاع الكمبيوتر دلوقتي الاجهزة دي قوية جدا حتى لما بتضغط الرسالة الصوتية وتفكها تاني الناحية التانية بتديلك على مية تنين وتسعين كيلو هرتز مثلا. فطبعا انت مش مش محتاج انك انت تسجل الرسالة بالتفاصيل بتاعتها دي وتبعت رسالة ضخمة للكمبيوتر هي ضغطتها وعملت برزولوشن عالي وتفكتها ناحية التانية برزولوشن عالي دوت. فانا مش شايف داعي ان انا نصرف الافات من الجنيهات على التانية اللي هي رخيصة هتؤدي نفس الغرض ومش هدير تميز بين الفرق بينهم يعني. اغدالك فده يبقى ايه نوع من الاسراف انك انت تصرف فلوس من غير اي لازمة. يا اخي خلي الفلوس دي تصرفها في حاجة تانية في الستوديو بتاعك. آآ زي ما قلنا كمان الانواع بتاعتها ممكن كمان فيه انواع خاصة بالجيتار انك انت على عجل بتحط الجيتار جوه وتوصلوا بالكمبيوتر تقدر تسمع الجيتار بتاعك على الكمبيوتر وكمان الشركات دي بتحط افكتات يعني يقول لك اه حمل الافكتات ديت وبتاعها على الكمبيوتر او على التابلت بتاعك او على التليفون بحيس انك انت تستعملها كمان مع الجيتار بتاعك بصراحة انا اه شفت اه افكتات جاية على التابلت الابل وفيه اساسا موجودة على الماك برضو. اه في منتهى الجمال والقوة. فعلا يعني الجهاز بتاع بتاع الارض دوت من الممكن يكون فيه تهديد حقيقي جدا بسبب السوفتوير اللي طالع بسهولة العادس ان انا ممكن بالموبايل بتاعي او بتابلت ايباد كاني معايا بروسيسور قوي جدا للجتار ان انا يطلع لي الاصوات بتاعت جتارات ناس مشهورين جدا زي الدي ميولا مسلا ولا زي سانتانا ولا اريك كلابتون يعني بطلع لي الصوت بالتفاصيل بتاعته مجرد تابلت او تليفون محتاجه فالتكنولوجيا يا جماعة هتخلي في المستقبل اه ديمقراطية العصف الموسيقي انك انت دلوقتي مش محتاج اجهزة غالية جدا عشان تقدر تطلع بها الاصوات بتاعت الناس اللي بنسمعهم في في السيديات والاغاني والكلام ده المشهورين اللي بيعزفوا موسيقى اه متميزة والناس بتشتري منها خلاص ما بقيتش محتاج لك مش محتاج تكنولوجيا غالية عشان تعمل والفضل طبعا الكمبيتر والتكنولوجيا الرقمية اللي وصلتنا للمستوى دوت مكناش حتى نفكر في عشر سنين فاتوا. خلصنا دلوقتي فاحنا اخدنا العناصر بتاعتي اللي انا بدخل فيها الاوديو انترفيس اللي انا تعرفهم ايه اخدنا اه المايكروفون اخدنا اللي هو الميكسر بتاعي اللي انا بقى عمل دوت فاضل الخطوة الجاية بقى هنبدأ نعرف ازاي نسجل صوت ابتدائي ازاي نسجل صوت موكروفون فقط او بعد كده هناخد كمان الجيتار اه كآلة اه هناخد الجيتار بانواعه ازاي نسجل جيتار اكوستيك ازاي نسجل جيتار فتابعونا الحلقات الجاعة عشان نشوف هنبدأ نسجل ازاي وناخد او الصوت ازاي في الستوديو بتاعنا وشوفكم الحلقة الجاية اشتركوا في القناة